السلام عليكم معكم معكم حسان 25 سأعودكم لحكاية أي من أولى اللي حليت فيها عينيه في الدنيا كانت منها لو وقلت عليها وستمتعش بها حيث يمكن هذه هي أفضل لحظات في حياتي كلها ويمكن هذه أحسن فترة أحسن فترة قد يكون عاشت فيها كإنسان إنسان مقبول وكل شيء يبغيني كل واحد يختار كيفاش يبغي فقير ولغاني مزيان ولخيب ولكن قبل من هذا الشي أنت وزهرك مع من طحتي كان قصد هنا الموحيط والعائلة والبيئة ديالك مالي كتبدأ كتحبوك تعرف رأسك باللي قريب تولي كتمشي ومالي كتبدأ كتمشي وكتبدأ تخرج من فمك كلمات كتعرف باللي قربتي الدوي وقبل ما توصل لهذا بزوج كتبدأ تكتشف وجوه جديدة عكس تماما من ذلك الوجوه اللي كانوا يشوفوك نهار الأول وكذا حكولك في وجهك وكي بوسوك لا عدو وجوه جديدة تقمعك وتغوت عليك موان هذا شيء كامل ما كنت شر ما كنت عاقل عليه وكان ضن باللي تتوحد فينا ما غادي عاقل عليه من الوساط السبع السنين كانت الوالدة حاملة وكانوا ديك ساعة مشاركين في واحد قرعة دي الكندا كانوا مشاركين فيها يو الواليد تصلوا بهم الناس المسؤولين وقالوا ليهم باللي مبروك عليكم راجات فيكم القرعة ويمكن لكم جو تكملوا الإجراءات باش من شاء الله تمشوا الكندا في أقرب وقت من اللي مشاو تصدموا تصدموا باللي عمروا الميلف ونساوي ديروا باللي عندهم ولدة ودبق إلا عرفوا بليرا عندهم ديجا ولد هاتشي غادي تقاني له واخذيك الساعة كانت كان ضاع كيف غيروا العائلات جزاف ولكن ما يعقلوش عليك بدرت خطأ تحمل المسؤولية والصراحة خاصة تكون من الأول الواليد من اللي عمر الميلف ما ردش البال في الكازي اللي كبه فيها هل تتعلموا بأطفال؟ وقت بليهم لا الواليد كان ديما كعمر للقرعة هاتي من بعد صافي قال لا مو حالش نهار غادي عيطوا لنا لك شلاش ديك نهار زربوا وقاك يقدر وقاك يقدروا ويكتبوا ودرى سبابه صافي لابل قنصولية الكندا اعتبراتهم كوبل ما زال موالدين موالو ودوصي دباره واجد سينو موافقوش يتسننوا فرصة أخرى وبقية يتسنن الوالدة قالت الوالدة اشتي ما كانش علينا نولده ودابا رمعدنا ما نديره خاسنا نمشي ونعطقه راسنا ودبارها جايان اطرابي أخرى ماما كل اباباك تشد حسن واته الله فيه والحمد لله دبارها كبير ما بقى صغير الجمع والدين كاملين لا الى كل الجمعات وكلهم سندهم في الهضرة ذيانهم واووو وايدوا الفكرة ذيانهم كان حاول نتذكر ولكن ما عاقلش ما عاقلش على بزاد التفاصيل عاقل على البكاء البكاء اللي بكيت من اللي كانوا غادين داخل المطار من تماما خدا تحياتي ما صار آخر كانوا كيقولوا لي يجيب اللي يمشى وغير هنا وغادي يجيو وراء مشى وغير باش يشريوا لك الألعاب وكنت أنا فرحان بهذا الشي هذا وكنت ديما فرحان من ذوك الألعاب اللي كانوا كيوصلون من بعد عام وصلت لـ 8 سنين توحشت والدي بزاف وبديت غير كمكي وما بقيت كم غير اللعب وهذا الشي كامل من ذاك الشي اللي كنت كنشوف في المدرسة في الخروج دراري والبنات كلهم كيجيوا ليهم والديهم وأنا كيجي لي يا عمي خانز برحة الحشيش وكيبقى شهد نشعنق علي غادي بيا بحل شهد بيتش بول والتي تعانيف وغير من عازل عيام وما يدوي معي وارو والدي كانوا كيتتصلوا بي وكيدروا معي ابي الفيديو وكيوعدوني بزاف دي الحويش ولكن وارو كنت كنبقى غرسكت من بعد والتي كانت نفعل بالزربة واحد نهار كان جاندي عمي وكان كيدوي مع الوالد وقال لي الوالد كلم لي يا حسن كلم ويشوف اخته غير براني التليفون وبقتك نشوف وجاتني الغيرة منها خطفت لي التليفون وضربته مع الحيط أمي كان ميكروب شاف هاتشو ويصرفقني وبدك يشتف لي على رأسي جاب الله ضخلات جداتي وأمامي أما كنقتني من ذاك النهار تعلمت المعنى دي العنف من بعد ذاك الحاديث بسيمانه كنت نزلت من الدروش وغادي خارجها باش نلعب مدرري قدام الباب جدا ما لقاتنيش قاتك تقلب تقلب وتخلعت نزلتك تجري في الدروش بسرعة كبيرة ظلقات وطاحت علي الدهان نيشان تهرسات ونضت الروينة من هذا الحاديث هذا والتعامل له تبدل ولوك يعتبروني من حؤوس وجه المشاكل وليت كانت تقمع على أي حاجة وليدي يلي كانوك يسولو فيها كل نهار ولوك يعيطو من ربع أيام ربع أيام من بعد ولت من السيمانة للسيمانة يوم على يوم كثرت القمع والاحتقار والحقراء ولا مبالات ولا صح شخصية ديلي تبدلات ما بقيتش أنا وأنا وليت كان خاف من أي حاجة هاد شي كامل كانت تقلق علي جواب ولكن دك شلي داروا لي والدية هلا تسنيتهم دك العام ما جاوش العام تاني والو كل مرة كيوهموني باللي غادي يجيوا كم قانت سنة وفرحانه في الآخير كيصدموني من اللي وليت عندي عشر سنين تبدلو بزاف ديلي حويش بديتك نفهم وفي هذه السنادة بديتك نحس أنني منبود وبالليه قاما مرغوب فيه واللي خلاني نتأكد من هاد شي هذا هو والدية الناس ليس المفروض أنهم يكونوا معايا يكونوا في جنبي ويحميوني يمشوا وخلاوني بحالة ما كنتميش لهم نهائيا ويمكن الإزدياد ديلي كان خاطعا كانوا الوالدين ديلي كعيطوا لي وكنشوفهم سعداء وهالزينختي الصغيرة وفرحانين بيئة كنت كنحاول نبيه اليوم باللي حتى نرى بخير حيث حاجة واحدة اللي اللي بقات عندي هي الكرامة ديلي وما بغيت نضيعها وبقات الأمور هكا من بعد ولدك تصل الوالدة بوحدة والوالد توا بوحدة هنا عرفت باللي شي حاجة ما شي هي هذيك حتى نعى صارحتني الوالدة باللي راه تطلقو وببكه راه تزوج وباللي حتى هيك تفكر أنها تزوج وكليش عندي مشكيه هنا كنت لما حياتكم هذيك ولكن راه كنت متوحشهم بزاف بقوا علي غادي نجيو هاد الصيف هذا غادي نجيو هاد الصيف حتى لقيت راسي عندي خمسة عشر عام من اللي طرحت السؤالة للوالدة وكليش قلت لي بللي راجلي راه ما بغنيت نمشي للمغرب والوالدة قال بللي راه خدام وما يمكنش يفلت هذي الفرصة هذي وبين هذا وده كانوا خسرهوني فأنا براسي خسرت راسي كنت عايش وسط القمع والاستبداد ديالعمامي واللي قلت هكي قمعوني عليها حاجة اللي كان ديركي الساز او بيها ما بقعتش عندي اتقى في النفس واللي تمهزوز وهذا شيء أثر لي فيها حتى في الدراسة ديالي ذلك كلهم كانوا يعتبروني دم دومة ومستوه ومكلخ وهذا شيء كان يزيد من الحالة النفسية ديالي ما كانوش كبغوي يقلسوا هدايا حيث زمان موصقوا في ياريحة خيبة وممكن اه حيث ما كانوش عندي حويت بزاف وكتكمقى بهم بعد مرات سيمان أمامي كلهم في الدار تتعى واحد مغدام وكانوا حاقلين على أخوهم حتى عايش الحياة في كندا وما مسوقش لهم وفينما يبغوا يبردوا الغذية ديالهم كان بل يوم أنا في البلان بحالة كانوا يشوفوني نسخة مصغرة منه وهدي الفرصة بشين تاقموا منه بحالة سيمانة وكانت باللي يمكن عم مرات شي واحد ما غادي يبغيني جدا كانت كتحن فيها مرات مرات ولكن أغلب الأوقات كان لقاها معصفة خصوصا ولادها قد لبغال وقالسين في الدار كان ديال مصدع وكانت أنا كنحاول تفادل المشاكين وهذا شي كامل بشمية يجريوش عليها كانت الوالداء والواليد كسيرتوا فلوس مرات 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 جدا باش تاخد يدك شي كامل اللي خاصني ولكن هالو ما كانوش كيشوفو فيها نهائيا وحيته شي كبرت فيه من الصغر ولكن يجيني عادي واللي تكنت عايش معه وطالب غير تعادل كنت كندان بلي المدراسة قليت خرجني من الأزمة النفسية اللي كان عايش اللي أنا فيها ولكن زادت طين بالله كل نفسي المراهقة وفي هاد السند اللي يبغوي يبينوا الصحة ديالهم خصوصا إلا كانوا بناتها في القادية وكنت أنا كنبان ليون في البلان اللي كي بغي يبان على شي درية وكي بغي يبان وعر كي يجي عندي واحد نار صادف واحد خو نار يجيب غير عايق عليها وهذا الشي كامل حيت سمع بنتها مزوطة فيها خلاني حتى خرجت من المدراسة وبقى غادي يتاباني أنا غالي وعرفته تاباني ودعت رأسي ما على باليش هاد كنت كنت فادل المشاكيل له وهذا الشي كامل من كترة الخوف والرهب اللي عاشته واحد اللحظة ضعوا بيه كاملين هو أصحابه شرقوا لي أشكاره وحولي الكتوبة في الأرض وشبعوا فيها كانت ذلك أول مرة قادي ناخد مبادرة هزيت يدي وخشيت لديك خونه وكروشي خمشت لي وجوه طاع الأرض والدم لكن نزلي من النافو دوروني أصحابه وشبعوا فيها طاحت الأرض وهم يبوتوا فيه فقاوك يضربوني بكل وحشية الناس يدوزون يشوفوهم التواهد ما يدوي لكن اللحظة قلت مع راسيم كان سهل يمكننا تخلقت لكي ناكو اللحظة مدى ما تدخلوش الناس الشركة الدراري عادي وهذا اللحظة يتم جاي واحد الدري وهذا الزعصة كان قدي فلاش قريبا عندوش 15 عام هذا الزعصة بدأك يرفضوا الدراري كان كبان قبيح وشخصية دياله قوية أعطاهم العصام زيان كل شيء يعلق حليت عيني وكنت غارق في الدمائي الدياري دخلت في نوبة عصبية بقيت كنقولي لا هلا صافي عافاك عافاك أنا كنغوت وكنتفكر العصال لي كنت كنناخد ما عند أمامي بدلي يديه وقال لي ما تخافش ما غاديت من أديك بقيت كنشوفي بديت له يديه ونوضني وقال لي يا مالك معهم لماذا تدروا لك هكا بقيت ساكت نطو بقيت كنجمع في الكتوبة ديالي وحتى هو عاوني أن يجمعهم سوف يسول فيها مالك مالك معهم وقالوا مدويت شما لمشيت كنجري للدار غروسلت لها وتميت طالع شافوا ذلك الحالة اللي كنت فيها وما بدأوك يدغروا فيها ياك ها نمسخ ياك ها اجبت المشاكيل عود ثاني كبرتي دابا حسيت ببيطانك دابا ما كنصدع ولكن الله أمك لك أنتلك دوكي غاوت وليش الدوكي يقولوا لها بالليادة كن غير ديتي الخيرية راه غادي بقحتة غادي يدير لك شي مصيبة راه نهار غادي يزيدي كبر والله أرقاسمتها غادي توحلي فيه جدا ما كانت تقدر تخرجني من الدار حيث كتشوف فيها مشروع يدخليها اللعاق مرة الوليدة قتسافة ومرة الوليد كسافة وكتقول لهم باللي كنصرف عليه ودوك الفلوس كتصرفهم على هذا البغالدو دوست ليلا كحلة وقام قدروا حتي يسولوني ما لك ماذا يقع عليك ماذا يكون أهداك وحد ما كان قادر يسولوني هذا السؤال مشيت للطوالات ومسحت وجهي وبديت كنمسح في الدم ماذا الدم اللي كانت بغى تدخل عندي شدوها أولادها وقالوا ليها إذا دخلت عنده غادي تدصره اللهم خليه يفق المشكلة لهم نعمل ذلك الليلة وقيت كانوا في الكارفة شي كامل وعجبني الحال من يدخل ذلك الدروة وعاوني في الصباح من اللي فقت ماشيت لمدرسة غادي تدخلت قلوا لي سير عند المدير رهب غاك ودخلت وقاك يوبخ فيه المدير وشبع فيه يسبب في الأخير رهب ضربني بتقرأ وكان غادي يطربني من المدرسة بقى غير كي سبوك يعير ونحاها دراسي ذلك اللحظة ندخل ذلك الدرر اللي فوقني البارح وكانوا معه تقريبا شي سبعادي للدراري ندخلوا وقال ليه المدير رهب نعم أولدي أشبغيشي يكما حتنتت عدع ليك هذا البرغوشاده قال ليه المدير هالدرر اللي كتشوف فيه وشبعتي فيه سبان رهب تكرفسوا عليه ودوروه وشيرقوا ليه شكارته وبهدلوه قدام الناس وها هو واحد دريكا نحاضر لله لهذا الشيء اللي كان قوليك ورا صورت شيء كامل في فيديو شايف لمودي الفيديو وتمنى لو الأرض تنشقه ويدخل لها جا عندي وعنقني وباس ليه رأسي وقال ليه اسمح ليه قدموا هذه اللحظة ما بغوش يتحبسوا مني حسيت بالظلم جودو كدراري اللي نوت مع مصدع البارح واعتقدروا مني وكان غادي يضرب يوم المديرة تقرير كاملين وقلت ليه لا لا صعب يبلاش الله يسامح أمين دري اللي جدا فعليا المرة الأولى عرفت مع الوقت باللي كيتفاوج معي وليت ديما كانت لقى أنوية في الأول كنا غاية السلام السلام من بعد ولينا كان دويه وكانت نقشف شيء موادع من بعد شهر ولينا عشران موقع ناش كنت تفارقوا أخيرا نلقيت شيء واحد اللي كعطيني قيمة وكعطيني وقته وما كنت أقضني في أي حاجة شيء واحد اللي كيسمع لي بسبب أمين حياتي تبدلات ولا عندي أمل في الحياة وباللي الناس سأل رأى حجره طو وكيفما تعرفت على أمين ممكن تعرف على بزاف دي الناس بديت كان فهمت شيء هذا وباللي ممكن يكون والدي أنانهين ممكن ديفو يكون في جداتي وأمامي ولكن رأى كيني الناس مزياني كان كان آمين كيسكون في الكاريان وكنت كمشي أنا وياها وكنخلقوها في البراكة دياله كنت كنحس برأسي حر حيث أصلا التواهد ما كان كيتسوق ليه فيه مشيت ولا فيه نجيت ولا شنو درت أخواله كانت الأيام جالية روتينية موين العلاقة ديالنا تطورات بزاف وزادت زيان تكتر من اللي تعرفنا أنا وآمين على واحد جوجبنات أوقينا كان خرجه مجموعين كنا فرحاني بزاف كنا خرجوه كنلعبوه وكنراجعوه رجعت لي الحياة وبديت كنسمتع بها وصابرين البنت اللي عرفتها أعطات الحياتين كاخراءة اهتمام ديالها والخوف ديالها عوضني بزاف ديال الحويش وليت كنموت عليها وكنبات نحلم بها وخصوصا كنت عارف وكنحس باللي حتى هيك اش بغين هاتشي خلاني نركز في المدراسة والشخصية ديالي تبدلات رجعت ثقة في النفس وبديت كنخدم عقلي فبقينا مجموعين حتى وصلنا التهانوية ومن بعد اخذينا الباك ديالنا احنا باربعة كنا ديك الساعة كبرناها وكبر معنا الحب للأسف امين ما بقعش مع ديك البنت اللي كان معه ولكن انا بقيت مع صابرين هاتشي خلاني نتأكد بلي المشاعر ديالنا صادقة وليت كنفكر نخدام ونمش نخطبها ونسكنه بجوش ونبعد للعائلة كاملة والدية وليت كندوم معهم مرة في 15 يوم ووليد زوج وولد والوليد حتى هي وانا كان صابرين وامين هم حياتي وما كنت نهائيا كانت توقع نعيشة حياتي بلا بهم حيث هما بسباب هما انا حي بسباب هما انا وليت هكا انساننا عايش من بعد ما كان ميت طوال هات السنوات امين كان ديما جنبي واي واحد حاولي اديني كي يهكله من بعد ما اخذينا الباك كله واحد ندار انا درت سوندر واخذينا الديبلومات دينا من بعد كاملين من دينا كندبره على راسنا وكننا كنحاولونا نقلبه على خدمه من بعد ده خدمت انا في واحد شركة كونترب 2500 درمس على من نهار خدمت وامامي تبدل تعامل ديالهم معي واصلا تعامل ديالهم تبدل من اللي كبرت انا كن كبر وهما كيدعافوا انا كنقول لي قوي وهما كيقول ليوا فاشلين ومن نهار طواليت وتقدرت والفورما ديالي تقدات مبقاوش كقدرو يقصوني ولو بلسانه كان فيما كيوصر الشهر كينتفوني اعرى اعرى ما كيبقى لي اوالو حتى كنبقى كنقول لي هو انا فعلا خدام ولا لا ما كانو نهائيا كيخليوني نربي الريش كنت انا وصابرين ديالما كندوي في الواتساب ما كنحبسوش من الهضرة ولكن نهار خدمات والتي كنت تقطع الهضرة بناتنا بدأت كتنقص وهذا شي طبيعي بسبب الخدمة وخاكك كنا كنديرو المستحيل كندويو وخاكنا خدامين بقعت الحياة غدا نورمال وانا كان حلام وكان خطات بيتنا كيف سيكون؟ كنو سنسمي ولدي ولا بنتي ملا سيجيو؟ كنت متفائل وكنشوف المستقبل زوين بزاف حتى النهار صدامني امين من اللي قال لي اوفينا حسن هاني اشكش عاود؟ كنو وصلتي مع صابرين؟ قلت لي امين؟ مالك اول مرة قدي تسويني هذا السؤال اول مرة قدي تسويني عليها قال لي وهو متوتر لا اولا 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 غسنة وصاف عاو اولا اولا بخير ما بقيت كندويو بزاف ولكن مسكيني احي تخداما قال لي امام مسكيني طالت لي امين اين كما اين كاذين لي كاي شو هاشا اقالي اولا لا لا اولا 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 و انا مرفوع سأتصوني الى سابرين حيث الهضرة بينه وبيننا امين دخلت لي الشكر الراسي بديت كنقول لا لا بس اكما خزن علي اشي حاجة بديت كنصوني و هلو مكتجاوبش و هذي ماشي عادة ماشي تدخلت للدار تكيت فبلاستي و سديت الباب و انا كنصوني كنصوني و قلبك اضرب بالجهد من اللي جاوبتني و يترجع فيه الروح ولكن جاوبتني بنفعال انفعلت فوجي و قلت لي يا حسان مالك على هذا الحالة لماذا جدرت لي الشوها علاش الدار كلهم عرفوا التليفون ديالي كيصوني و انا كنت غير كندوش لماذا جدرت لي شي كامل غير قول لي العجب عمرك مدرت لي شي كامل و ماذا نوقع اليوم قلت ليها رأى غير خفت عليك قلت لي اهدي شي ماشي خوفة احسان اهدي شي شك و كنت تشك فيه هك و انا مدة طويلة و انا هكنا مع بعضيات و في الاخير جاهزين ب اهد شي هذا تشك فيها حسو مالك قلت لي يها كل شي ضقة واحدة و قطعتها لها يمكن انا بالغت في الصونة ولكن صابرين جامد معي هكذا وهي شيء خلاني نتأكد باللي كي ينشي هاشا ماذا هي هذيك يا من عزدك الليلة لقيت كانت تقلب في بلاستي فقط في الصباح خاسر لقيت مصعج من عنده صبح النور حبيبي اسمح لي على البارح لكن عارف انها والبيغيود اللي كنكون فيها يعني ما كنت تحكموش في الأعصاب ديانا جوتا ما كين باس حبيب ولكن ما لي ريعتني افطر بديتك نقول كيفش كيفش البيغيود ديانا والبارح قلت لي انا كنت في الدوش العجب رغم ذلك رجعت فيي الروح ديك ساعة جاندي اهمين ومشينا القهوة وما بغيتش نعود لي لاداك شي كامل اللي وقع البارحة وهذا الصباح هذا لكي ما يبقى عود ثاني يسمم لي الأفكار دياني خصوصا هو ما كي تتقش بالبنات وما كي امنش بشي حاجة سميتها الحب حاولت ما نشبتش مع موضوع ودوين في أمور كتير أخرى مهم بقات الحياة غادة نورمال صابرين من ثلاثة ديالمرات كنا كنت تشوفو في السمانة ولينا كنت شوفو مرة واحدة وفي مكان دوين معاك تقول لي الخدماء الخدماء وسترس وما بقاتش كيف ما كنت أو تكتلبس وكتتريح وبحال حسات براسة ودك شي كامل اللي بغيت عليه النهار لول ما بقاتش يمكن مسكينة مع الخدماء يمكن كبرات وما يمكنش نبقى نقارنهم اللي كانت عندها 15 عام مون كنت كالقالي الأعضار بزاف من بعد ثلاثة شهور ديالخدماء الشركة ما بغاش تجدد مال بسبب الأزمة اللي عندهم وكنت ديك ساعة رسميا وليت شو همور وحتى آميننا نفشي قمش الدمعة حي تنوضه مع الشيف دياله صابرين فجأتني مليقت لي باللي سأعودوا معي كونترا وهذه المرة على سيدئي يعني ترسمات مليقتها الآمينة قد يضحعك وهي الضحكة بشكال وبحالك يحاول أنه يوصل لي ميساج من ذلك الضحكة صابرين وخاة عرفاتني غير قالس ولادك تخرج معي وقد ديني غير القهاوة اللي فيهم الكنسوماتي غالية بزاف بقينا هاك كاك حتى وليت أنا كنتهرب من أنني نشوفها بس ما نطعش في في موقف محرج من بعضها درتها ولتها قليلة بزاف وغالي بنفش كنخرجه وإلى أخرجناه كمقا وغير كنت تمشى وتمالي وليت غسكت وبحالة بدت حياتي كتتأزم عودتاني أمين لاحظت هاتشي هذا وتفرق علي وحد نهار وبدك يغوت وقال لي ياه وش انت مرايت أخوي حسان وش غديش خلي بنج ندير فيك تلحالة دي انت راك عاجلة صح غير قول ليه وش ناقسك شي حاجة را طال الله البنات غير مشتين في الزنق وكيموتوا على الرجال بحالك ما لقاوهمش را كتليك من شحالة دي خطنا مبقات شاجبان ونزيدك رجب شو واحد النار ما واحد أخونا في الطوم بي من اللي سمعتها كالدنيا دارت بيها كنت غالي نطح شد فيه وقال ليه تهدن تهدن أحسان بغيتك تكون راجل وبغيتك تعرف باللي را وخي يخونك العالم كامل أنا راها وغد يمقى جنبك دفعت وكتليها انت انت كذاب نتائح كذاب ومحساد حتي واحدة ما كتبغيك أمين حضر راها صوت تم غادي قلت أنا كالنهج رجعت للدار مشيت للطوالات نيشان حليت الروبيني باش قام يتسمع الصوت ديالي وبديت كمبكي كمبكي بالجهد هزيت التليفون ملقيت حتميصاش حتميصاش من عن صابرين تم تم مسحت وجهي ومشيت فين خدامة وبقيت مراقبها من بعيد وقالوا ما بانت ليه نهار اللول ونهار الثاني ثالث وقالوا ما كنش الآتار ديال السابرين من بعد دات السيمانه كان عايت في التليفون طافي وليت غادي في الزن أو ضائخ مشيت عند أميل براكة دياله دقيت عليه ويخرج هندي غير شفتونا نعنقه وكليدك شي كامل اللي وقع وقالوا ما بانت ليه والتليفون طافي ومشيت عند الخدمة وقالوا ما بانت ليه وقالوا ما بانت ليه صعب يتهدن كنت عارب اللي امين عمره ما سيخوي بيه ويكون دائما جنبي وخي وقع اللي وقع غبرات سابرين كنا كل نهار كمشي للدرب ديالهم وقالوا كنا دائما كمشي واحد نهار زعيم آمين ومشي ضق في الباب ديالهم وبغا غير قلق لهم ساعة محلي تاوحد اللحظة لي كان راجعها قلات واحد مره وقتليها علامة كتسوي لولدي قلها كتسوي لغير على دار سابرين وحيد دروبة كتكون فيهم الحضية بزاف المرة اعطتوا جميع التفاصيل قلت لي راولدي ريادي كالدار ولكن هم راهم شاول تمارس كاملين ويمكن را عندهم شي فرحة ماية لا ما خفت نكذب عليك ولدي ما زال ما مأكداش جا عندي آمين وقالها لي قلت لي ها رادي يمشيوا خاصني نحط نقاط على الحروف ما نقاش هكا بحل الرأس المقطع خاصني نعرف قال لي صافي مشينا رجاء آمين كيقلب حتى عرف فين بالضبط كينين العنوان ديرنا في طمارس وتحركنا شدينة طاكسي غير مشينا وصلنا وبقينا كنقلب ولا العنوان من بعد تقريبا نساعد للتقلب أخيرا لقينا العنوان وقررنا جيد ديك الدارة اسمعنا الهايلالا بحل ما يحفل كينة وكانوا دري صغير لابسين لباس جديد بحل نير نهار العيد وكانوا بزاف للدريات اللي لابسين تكاشط ويتصوروه محدة كان قرب محد قلبي كدرب بالجهد بدأت كان ندور في عينيه وكان قرب وصدوك البنات كاملين اللي لابسين تكاشط ولكن كان ما بنت لي صبرين ما كناش معهم لحظة اللي سمعته دريات كلهم تموا داخلهم بقوا كيقولوا العروسة العروسة تميت انا داخل وكانوا الناس بزاف واقفين قدام الباب ديت كانت زاحم وكانت طل ويتبلية صبرين غادة وحدها العريس شاد فيها بقيت مصدوم كنشوف شوية دفعت الناس بشوية يو تميت داخل ومصدوم مازات عينيه مع شافتني صفارت والدنيا ضارت بها بقيت غير كنشوف فيها وقتليها هذاك شي كامل اللي بغيت نقولها غير من عينيه حدت راسي وتميت خارج شافني امين بقى كيدوا معي وبقيت غير غادي مش ادخلي شوفها شنو دك الشيلي شفت بقيت غير غادي انا والدموها كنزلوا احتفت الضار فين كانوا ديرين الحفن قلصت في الارض والدموها بقيت نزلوا حد طريقة اللي غريبة بالسعف وكان قول لا لا ما يمكنش ما يمكنش يكون العرس دياله لا لا ما يمكنش علاش علاش امين علاش مالي اشدرت لها هوالو اشنو دنبي اشنو دنبي نعيش هكا اشنو دنبي بك يبغيني التواحد بك يبغيني التواحد بك يبغيني التواحد حلاش ما حسيت براسي من اللي فقتها علقيت راسي في واحد الخيمة وامين ناس هدايا جاءت عندي واحد المرة وقلت لي يبغيني الناس هنرا شايفوا الحالة ديالك وكلهم تعاطفوا معك وانا والدي رحبت بكم في داري حتيت صباح صباح وصيره ما قدرت نقول له شكرا وقد غير كان نشوفها في الصباح فقنا وخرجنا وكان غير امين لكيدوي وانا غير سكت تمينا خارجي مع الباب وجيت مع الطموبيل ديالعريسة والعروسة انفاس كانت حدا صابرين قاكي شوفي العريس وهي تأترات وحادر راسة تم تم شاف فيها وزاد شاف فيها وكتاني دي معروك سيرة بالجهد امين قل لي اه نساها نساها اخوي حسن لاب الله يجيب لك شي بدت الناس حسان منها اللي تستاهلك وتعرف بقيمتك تحركنا ومشينا للدار وقد دخلت دار وديها حالة اشهد الوقت وشك اسحاب لك باللي الدنيا سايبة ولا شنو تمشي وجي وقت ما بغيتي تفرقعت عليهم ذاك النهار كاملين عمرهم شافوا ذاك الوجه ديالي امصدومين حطيت ليهم ذاك شي كامل اللي دوزوا علي من الصغر ودخلت البيت ديالي الزيت حويجي وتميت غادي جدا كتبكي وكتزاوق وكتلها جدا ما تخافيش ما غدي نقول والدي يا والو والفلوس سترى غادي يبقى ويوصلك غا دوري لي مع الدار مع هاد العزارة هادو قلت لي يا جدا لا بغيتك انتا كان بغيك انتا فارما ما انقضرت بعيش بلايك جدا انا اخر حاجة كانت نتوقعها هي الحب امي امي ليولداتني ملكلش واسم meal فيا اص enjoyment جدا الله يعاونكم خلشت وتالف وما عارفين نمشي احتلقيت راسي قدامه البراكادي الامين لقيت عليه وشافني قلت ليها أشوقه قل لي يدخل رحبوا بي والدي مساكن كانوا بوساطاء ولكن كان عندهم الحب كان عندهم كل شي كانوا يتعاملوا معي مزيان ورحبوا بي وكنا كان نجموا على طعب لوحدة كنا ناكلوا وكن ضحكوا وكنا فرحانين وصراحة تمنيت لو كنت عايشة تعيشة هاتي والدي مساكن كانوا عارفين الاسطور ديالي قلوا لي يا صافي هذه دارك مبقى معنا هنائية دوس أصعب أيام حياتي وهيت أنا مولفة قدرت نصبر وقدرت نجاوز هذا شي هذا وبديت كنفكر في مرحلة أخرى حيت كنت عارف أنا مادم تزاديتها وغير نتعدب وغير نتعدب وغير نتعدب حتى سنموت بديت أنا وآمين نحاول نقلبه على رأسنا ونحاول نبدو من جديد هذا استقريبا سيمانا من بعد العرسة لصابرين كنا صابحين واحد واحد نهار ناسين أنا وآمين حتى دقات علينا أمو وقالت لنا بالله ورأة كين شوقاتك السولة لا حسن استغربت أنا وقلت اوه ماذا كون بشكل طل آمين وقال لي بالله ما عرفتوهش مهم رأس الطموبيل دياله غسلت حويجو ونزلت عنده قررت محدة الطموبيل دياله ورقيته هو العريس ديال سابرين قلت مع رأس يوه اشبغى هذا قل لي ممكن تكلم معك دقيقة قل لي مرحبا طلعت قلست حداء وقال لي قبل ما نزوج مع سابرين كنت على علاقة مع بنت مدة 4 سنين واحتى غدرت بي وتزوجات مع خليج عشت أزمة نفسية كبيرة ولكن قدرت نستمر ونعيش حياتي من جديد في الشركة تعرفت على سابرين نهار على نهار ولا تكتعجبني سولتها واش عنده شي علاقة قلت لي يلا وهاتش يفتح لي باب وعطاني فرصة أنني نحاول نتقرب من نكتها وحيد ذاك الشي اللي فاته وقال ليه قلت هاد المرة قد نزوج نيشا وما نبقاش نتفلة نهار درنا لأس ودخلتي شفت ذاك شي كامل ومن نظرة ديالعينيك فكرتيني فراسي دوز ذاك الليلة صعيبة بزاف الضرجة عنوليتها المشير لوطيل وبتنا غير في طمارس في الصباح من اللي شفتك بقى فيها حال بزاف ما تقربتش مصابرين نهائيا من نهار تزوجنا في غفلة منها اخديت تليفون دياله ورقيتها داوية مع واحد البنت صاحبته وقالت لها باللي انا كنبغي حاسا وكنموت عليه ولكن رغمان قدرت نعيش معاه في الفقر غادي ضحكوا لي يا بنات عمامي فكش يا لاشا غادي نعفط على قلبي انا عادي فراسي ما غاديش نكون سعيدة نفسيا ولكن مع الفلوس مع الفلوس ممكن اي حاجة وممكن ممكن نعيش مزعنا وقالي يا والتاني بالليل قريت ميصاش اخر قلت لي ها نحن هري نحن هري غادي نموت جا حاسان وشاف العرس ندمت ندمت علش تزوجت كان بغيه قالي يا انا اطلقتها ولو قدت رجع تعيش معها حاول ننسى ذاك شي كامل اللي وقع وبتصفحة جديدة ونرى ممكن نعاونك في اي حاجة قلت لي انا بالنسبة لي يا سعلات شي حاجة اسمي تصابرين وخلنا رجع اضاع كل شي بشي كاز تهرس وخط للسقو غادي بقاع ذاك الشكل دلو عيب اسمح لي اسمح لي يا حي تجيت لعرسك بديك التاريق قال لي انتلي اسمح لي وشكرا بزاق فايقتيني اما دابا صعف اضربت كاروة حمر على الزواج شدرت وخلت لي كارد فيزيت ما عرفت علاش ولكنت نفست من مني وقع هذا شي وعود لي مشيت عند امن وكتلي ذاك شي كامل اللي قال لي يا تخونا قال لي يا عندك تفكر قلت لي لا 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 انا اصلا مكسور وما كنش كنضنة وما كنش كنتسنة صابرين تدير لي يا هاك وده براه فات الفوت من بعد ربع ايام لو كي وصلوني بمساجات و يصابي الان كوني من بعد ولد كتجي توقف علي قدامه البراكادي الامين وانا كتجي كان باعد منه وبقيت مباعد عليها اختصفيني يسعت مني باعت امين كان كيف يفكر ياخد امين كونترا وصيف طالبرة ومن اللي شايف العلاقة دينا وكيفاش حنا مجموعين وكيفاش كنبغيو بعضياتنا وعرف الظروف ديالي السعيبة ولمس كان كيفكر ياخد هالينا بجوج من فلوس لان تريت من بعد ثلث شهر خدالينا كونترا طاليا ويجدنا الوراق قد دينا المسائل نهار قطعنا بي كنا مصدومي ولم صدقينش بالله سيمشيو الغربة كانت كنتم مني على تجربة تكون بدلة بزاف ونعيش حياتي بلا ألم ولكن الغالب الله فقنا ذلك الصباح والتمينة خارجي بقيت انا مع الطلب وامينه ووباههم في طوبيل تحتك تسنوني مالي كملت نزلت يلا قد نسد الباب لقيت صابرين واقفة وكتشوفه فيه وكتبكي ممشيت عنده بشوية وكتلي ها الحياة قرار وانتي خديتي القرار ديلك كيف ما خداته الواليدة والواليد من اللي يسمحوا فيه وانا عندي سبع سنة في خبارك صابرين باللي منتيك انتي بمثابة الأم ديالي ولكن للأسف كنتمنى لك حياة زوينة هرا نقدر نبقى معك ولكن الحب را همشى يعني غادي غير النافقك وانا بغيت نعيش مشاعر صادقة موقيتش بغي النفاق خليتك تبكي ومشيت للطموبيل ركبنا وتحرقنا وهي بقت واقفة وكتبكي وانا كنشوف فيها ودموع نازلين وصلنا للمطار توادعنا مع والدين امين انا غير كان دورة مايو وكانت واد عمر مغرب احتجت طيارة ديانا طلعنا وقينا غالين وضاحكين وخالقينها وكانقول الحمد لله تعتقنا كان كيصحاب لنا غير وكانت وصلوا للغربة وكانت عيشوا الحياة ولكننا كنا غالطين بزاف وكانت وصلنا كنا فرحانين مرتاحين ومشينا اللوطعين الارتاحين والغاد اللي خرجنا وكانت نظوره وكانتصوره وعيشي الحياة وكانت قدرت نحس بي انا انسان القور كانوا هنا غير ضاحكين وكانتحس بي كل شي موتيفي وغيرك اطلاقها مع شي واحد يبتسم لك فوجك وفرحاني يعطيك امل في الحياة ماشي بحل المغرب كل شي مغوبش الكونترا كانت عدنا في 6 شهور دووزنات للشهور اللولا غير في الدوران ومن بعد بينا كنحاول نقلبه على خدمة ولكن اللغة كانت هي اللي داري لنا عائق كبير وكانت فرص الشغل عدنا قليلة من اللي كملت الكونترا واللينا رسميا كان دوره في ايطاليا بصفة غير قانونية كنا نتلاقعوه مع المغاربة اللي قدم مننا هنا وكانوا كيقولون لنا النصائح وشنون نديرو باش نصوف يو راسنا يوم على يوم من اللي بدينا كنشدوا اللغة بدينا كنحسوا باللي غادين كنساجموه في المجتمع الايطالي وكنعبروا على راسنا واي واحد كنوصلوا لي الرغبات دينا ما كناش كنتفارقوا كنا بحل توام وهذا الشي اللي سمونا عليه المغاربة اللي كانوا كيشوفونا فو هاتسوق كنا كمشيوا له دينا سمونا التوام هاتسوق كنا كندبروا في على راسنا كنا كنعاونوا بنا دام وكالي كيدبر علينا ووهات مغاربة اخوتنا كانوا كيتعاونوا معانا وحتى تزيرين وتوانسا كانوا باخير كانوا كعطعونا بريكولات كندربهم وكندبروا صرايفة كنت كندوي مع والدي مرافش حال وكنت كنحس بحلاء ولا وعندي عادي النهار شفت اختي صدمت وهي غير شافتني تخلعات وماللي قالوا لي هاي دار اخوك قاعد كتشوفي وبدأت كتبكي قالوا لي يا والدي ما تدير في بالك والو دبت ولي تعرفك وان شاء الله ماللي غادي تشوفك قاعد يتبدلت شي كامل قاعد يتبدلت شي كامل وان شاء الله من اللي كانت عندي سبع سنين وما يقولون ان شاء الله سنتلقى وان شاء الله من اللي تعرف من اللي غير كي يهندو علي بها ما عرفت لشي الحياة الدائرة معي هاكا ضروري مرة مرة تفكرني باللي انا اراه من بود ومن اللي وخانطيار حتنعي عادي مقام من بود دائما كنت كنت تسأل كما كانش اهمين في حياتي شنو كان غادي يكون شنو كان غادي يكون مصير ديالي انا عارف كترت عليكم ولكن بغيتكم تسمعوني مزيان حتى اللخاء بغيتكم تحسوا بيه ما بغيتش يكونوا ضحايا في المستقبل بحالي انايا داك شنو يوقع عليها مع الصابرين كيوقع الله بزاف ديالناس كيتعلقوا بناس خرين وكيشوفوا فيهم الحياة وهي شي كامل بسبب الاهمال بسبب القمع بسبب اللامبالات ديالوالدين اللي كيصنعوا منك بطريقة او باخرى انسان منبود كتكون في الاول مجرد فكرة من بعد كتتعايش معه وكتولي رسميا انت منبود بزاف ديالابنات كيضحكوا عليهم دراري وبزاف ديالابنات كيفقدوا العدرية ديالهم بسبب التعلق ديالهم بشخصة ما كانوا كيشوفوا فيها حياتهم هالبنات منبودات ما عاشوش الحب الكافي مع الاب والام حتى ولوكيقلبوا عليها برا قبل ان تفكر في احضار طفل جديد الى هذا العالم تذكر دائما انك غير مجبر على الانجاب ولكن اذا انجبت فانت مجبر على التربية والتربية هنا ماشي هي العصى والقمع التربية هي الحب اهتمام تكون تقوة دك الطفل ماشي الضعف دياله موين الحياة اللي انا امام بدأت كالدهور والمشاكل المادية ولا تخلق عليناها مشكل كبير ولنا كنا نصغير في واحد غاراج لديل واحد سيد مبقيناش قادرين نكريب ونعيشهم بزيان كنا دائما كنا ندوم عبوت امام وكنا نقول لي بلي الحمد لله امور غادم زيان ودقة دقة ونفعلوا ان شاء الله شي حاجة حتى النهار تعرفنا على رفاييل اللي كان معروف هنا باسميته رافا ما فيو زي قديم ولكن صافي ما بقاش خدامه فدك تخربق ما بقاش كي خربق حي تكبر بزاف كان يجي لهاد السوق اللي فيه المغاربة وكانوا عزيز عليه المغاربة وتوانسوا وتزيرين كان يتعامل مع كل شي وكل شي هنا كان يعرفه ويحتارمه من اللي شافني انه امينه والحالة ديانه اللي كانت كتبان صعيبة قرر انه يعاوننا بروبوز علينا واحد نهار نخدمه معاه في الفيرما دياره وحنا برما نتردق لنا لها واخر نمشوا معاك من دابانيش قلنا مرحبا ركبنا معاه تمتم في الطموبيل ودنا الفيرما كانت كبيرة بزاف وعجبنا الحال اللهم هنولا ولكتشوميرا ولينا كان نشطبه الزريبة وكان ننقيه الدنيا وكان نسرحه البهين وكان يعطينا 400 أورو في الشهر مبلغ الذي اعتبرناه مزيان ولينا كان شيخه وكان نضحكه وبدنا كان نسمتعه بالحياة ديانه ولينا قادرين ناخده حويج ناخده ماكلا ولينا كان عيشه مزيان رجعت عودتاني الفرحة والمورا نطلع ودوزنا ذلك الشهر ناضي ولكن في الشهر الثاني انقص لنا الخلاص وفي الثالث أعطينا 100 أورو وقال لنا صبره معي رح كان نعاني من أزمة مالية وهذا الشيء كامل بسببه واحد شخص اللي خلق لي مشاكل كتير وقال صفقات كيمشي وليه أخذ دامين مع رافا وخال فلوس ما كانوش كافيين ولكن كنا كان قلوه اللهم هكا ولد شوميرا مهم هنا بعدها كان قدروا أننا نناكلوا ننعسوا مرتاحين باخير بقينا عايشين نور مال حتى واحد نهارا جاء عندي آمين وهو مصدوم وقال لي يا حسن سمع سمع راني سمع طرافك يدوم عمرته وقال لي خاص نقتله جابرييل وإلا هاد المزرعة كلها غدي تمشي قال لي غادي نشوف شقاتي المأجور غادي نعطي 400 مليون غير يفقني منه قلت لي ها آمين أول تشهد شهادك دول يلا نشوف حالاتنا يلا نهربوا من هنا قبل ما نوليه في شي مو صايفة قال لي يا حسن 400 مليون يا صاحبي قلت لي شنو شنو بغايت تقصي قال لي نضربوا إحنا هاد القرصة هادي اللهم فينا صحبي قال لي ها لا 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 وش ما قلت يا صحبي ما تفاكش معي آمين وارو ذلك الليلة بقى كيزنلي في ودنية وبقى كيقنع فيها وكيقول لي يا بالليل حياتنا ردي تولي مزيهان وحيات كان عزيز عليها آمين و جبد لي قع المآسيلي دو وسط انويا قلت لي في نهاية هو أخا وياريت كن ما قلت لي هو أخا الغد ليه ما يفقناك أنك كان فطرو وكان معنا رعفة قال لي آمينة رعفة بغيت نقولك واحد الحاجة وكانت منه ما تتقلقش قال لي رعفة يا الله لا؟ دوي؟ يا كلابس قال لي رعا سمعتك البارح بالصدفة نكرر بالصدفة وكانت معك كدو مع مارتا على جابرييل رفايل تتضموا قال لي آمينة لا تخاف موال ويجب أن نقولك بالذي نحن مستعدين نقضيه هذه المهمة بشرطة تعطينا نفس المبلغ الذي كنت مستعدين أنك تعطيه الله الشقاتي المأجور بقاك يشوفه هنا وبقاك يخمام وقالينا أنتم معا إذا كنتوا ستقضيه هذه المهمة أنا سأعطيكم خمسمائة مليون مزيانة نقصت أنا وقالت لها يا كمس يا رفايل قلت باللي عندك أزمة مالية قال لي ما عنديش أزمة مالية عندي أزمة تسيير أما بالنسبة للخلاص ديالكم إحنا الأغنياء عمرنا كنبينوا العمال ديالنا بلي الفلوس رها موجودة حيث لابيننا اليوم هاتش هذا ما غاديش يبقوا بيخدمونا وغادي يقول لي وكي غشوا موين ملي تكونوا مستعدين لنا قلوها ليه ناضرا فايلو التمغالي ويوقف على التاني وقال لي نعم مكراتش هاتش هذي يكون أقرب فرصة حيث أدخونا هذا خلق لي مشاكل كثيرة مش عارفايلو آمين بقاكي شوفي وعينيه كي بريو وكي بان فرحان ومتحمس ولكن أنا لا كنت خايف قال لي آمين خمسمائة مليون أصحابي خمسمائة مليون وش كتسمعه مزيان خمسمائة مليون واش غني ربيع واو شوفي يا حاسن خمسمائة مليون را عادي تجيب لك ألف وحدة من صبرين تخين ما هي ألف دي اللي بناتي وانت وقف بها الأمير بقيت كنت هاك وقال لي هاك كان بغيك يا صاحبي كم تحمس راني قلت لك غدينك حلوة هنا في الغربة وهادي راه يتضربة دينا إلا مشينا احتزقناها مشينا فيها ما كنتش نهائيا موافق على هذا شيء ولكن آمين كان متحمس وكيف يفكر غير في الفلوس وكيف الصال وكخيات في المستقبل دياله وكيفاش غدي يكون وشنو غدي يدير فيهم من بعد ثلث ايام دوينا مع مع رافا وعطانا معلومات على أخونا في الله وعطانا كذلك العنوان ديالو وعطانا العنوان ديالوحد الحداد كي يصيب أسلحة وكي يبيعها في النوار وهد الأسلحة دي ما كيكونش فيها رقمتها سلسولي يعني ما غديش يعرفوه صاحب الفردي مشينا عندو انا و انا و آمين ما اللي قال لي اشحر بغيتو من فردي نقص انا وكتلي غير واحد اكي شوف يا امين اكتلي انتلغي تستعمل ومشي انا اكيد حاك مهم فاهمنا معه الصيب لينا واحد اعطانا رافايل الفلوس وخلصناه واتتمينا راجعين من بعد ما جربوا لينا وعطانا طلقا له واحد مهم من بعد ذا ولينا كي نجمعوا معلومات على ذكا غابرييل فين كي يمشي ويمشك يجي وزيد وزيد هو عرشو الأعمال ناجح بزاف وعندو ثلاثة ديال المزارع في هاد المنطاقة هاد اللي فيها رافايل ذاك شي على الساد عليه الضولمة وما مخليش يتنفس والغلى كل هدي اللي بحاير المجاورة كي ياخدها لي ذاك شي لاش رافايل مستعد يعطي هاد الفلوس كاملة ومدم انه مستعد يعطي هاد الفلوس كاملة دونك يصور الضوبل دياله واكتر حاجة خلاته انه يغامر ويعطي هاد الفلوس هاده وانه غابرييل هو المالك الوحيد بجميع الممتلكات دياله وخام زوج مكاتب والو المرتوب وإلا مات قد يحزوا لي على الممتلكات دياله كلها امين كانت تحمس بزاف وكان جارني معاه في الحماس دياله وما كانش عافراسي فين غادي ويمكن المشاكل النفسي اللي دووست في الصور ديالي ودسمنها وكيفاش كان هو ديما حاضر معي وكي يعاونني حسيت باللي عدش اللي غدي نديره رها مزيان مهم عسينا على غابرييل واحد اللي لاخدينا قرار باللي غادي نقضيه الغرب من بعد ما عرفنا غابرييل في المشا وصلنا رافايل لا احتل الرئيس طولي كان فيها غابرييل ما وحد خطنا بقنا كنس النوت قريبا ساعة من بعد خرجه هو وياها وكيفانوا فرحانين هنا أنا بدأ يجين التردد بديدك اللحظة كانت تراد وقلت لآمين بلاش آمين بلاش من ديروا هذا وكان يزعم فيه قال يسمع بلاش رتاح ما تقعد تشوفيه كإنسه شوفوك 500 مليون ما قدرت نستحمله نصرق منه هاد الفرحة لك يعيشه وديك المره خصوصا كيبانوا كيبغيوا بعضياتهم من اللي اركبوه في الطموبيل تبعناهم هنا تابعينهم تابعينهم ودازوا منه حط طرق خراعه قالينا ديك السعره فعيل باللي هادي العاشيقة دياله وماشي مرتوه وغادي حطها وأكيد غادي رجع للمزرعة غير يبغي تحركك قديوا الغرض ديركم انتم بقينا تابعينهم حتى توقف نزلت المره وابقى كي كيدوه معه من بعد ذا نزلنا احنا مش عارف فعيل وقين عاسين على أخونا في الله ذاك اللحظة اللي دخلتها المره للدار سدات الباب من بعد ما قاتلها قبل ذا الوداع تمينا غاديم في الاتجاه دياله آمين هاز الفرديون قال بك يضرب في تسعين قال يتهدنا صاحبي أنا اللي غادي نقتل انتم غادي تدير والو عسين عليه اللحظة اللي كان غادي تحركها ويوقف عليها آمين قال لها ما تتحركش قال لي آمين حسان طلع ركب حدا طلعت وفي المود الخلا قال يطلع وقلب لمجورة طلعت وقيت كان قلب في الطموبيل من بعد ونلقى وحد فردي قال لي هز ذاك الفردي وضعوا لي في رأسه قلت كان ترعى دناي هذا الفردي وضعوا لي في رأسه ويديك ترعت وضعوا طريقة اللي كانت غريبة بزاف وكنت عرقان قبل ريال شافني وبقى كيبتاسم حسيت بي بحركة السهزة بيه وهذا شيء خلاني نزير يديه وضعت لي الفردي على رأسه ونبقى كنت نضحك وقلت مخنزر هذا اللحظة ويجمع الابتسامه طلعت آمين وركب اللور قال لي هاا زي تحرك تم غاديوك يقول لي آمين منين يدوس حتى وصلنا لأحد الخلاق نزلناه وهبطه آمين قال لي يطيح لاركابك ما الذي يطيح لاركابه هاا قال لي يدري ديك فوق راسك جاء آمين ونفصل دياله وذلك الراجل بدك يبكي وكي طلب فيه بقى في يدك الساعة قربت محده آمين وكتليها لا آمين لا آمين ما تديرهاش ما خاسك تكون قتالة صاحبي ما تديرهاش صافي بنعقص ما قينا بغلى فلوس لوالو نرجعه غير المغرب صافي الله يحفظك ما تديرهاش ولكن آمين والو قالوا كان مصمم كان مصمم أنه يقتله طمعه في الفلوس الراجل كي بكي وقالوا آمين ما حنش فيه اللحظة اللي كان آمين مستعد أنه يتيري الضربة اللولا كنت ديك اللحظة أنا الساد ودني ومدرق وجي القرطاصم ما خرجعتش يعني الفردي ما خدامش عود آمين ضربة تانية وقالوا بدك يضرب فيه بيد ديها والفردي والو مبغلش يخدم اللحظة اللي قال لي آمين لا قرأ عطيني ذاك الفردي ديالك ويطلح عليه جابرييل طيح الأرض وبدأك يضرب فيه جابرييل ما تسوقش لي آناي بحالة كان عارف باللي أنا راها مقتال موالو وما غاديش نقاديه وبدك يدخل لي الكروشيات الآمين آمين كي غوت ضربوا أحاسن ضربوا ضربوا أحاسن شكت السنة وش غادي تخلي يقتلني ياك أحاسن ياك أخوك أنا وضحيت معاك وكنت ديما معاك ضربوا ضربوا هذه اللحظة بديت كمكي كمكي بالجهد الزيت الفردي ويدك التراد ومشعرت براسي لمشعرت براسي حتى تيريت جبتها لي في الراس طحت تمتم وطحت أنا على الركابية وكمكي كمكي بهيستيريا جا عندي آمن وعنقني وقالي ياكوي أنت أنت أخويا صافي صافي موقع والو موقع والو صافي كنت عارفك مغاديش تخلى عليها كنت عارفك أخوي أنت حرك شفتيه شفتيه كان بغي قتلني وانتغى وانتغى دافعت إليها جروا آمين وطلعوا الطموبيل ركبوا القدام ودر لي السمطة ودفوا واحدة الطاح منه من جبل نقولي صافي بحالة موقع والو عايتنا الرافايل جاعدنا هو فرحان من اللي عرف باللي قدينا المهمة لقاني كامبكي ومصدوم وصلنا للفيرمة ودخلت للدوش قام خرفت من نوقع لقيت في الدوش ما بغافت تسرط ليه باللي قتلت بنادم من اللي خرفت مشيت تكيت وكامبكي وكان حس بتأني بالضامير بصوت الضحك دي الأمين كنت كنسمعه من هناك كان فرحان بزاة بالفلوس من بعد نصها ادخل عندي ولا حالية الفلوس وقال لي ها انت ها انت عايش الحياة رغم ذلك ما تسوقت لي كان ديك سامعة رفايل قال لي صافي خلي براحتو من بعد غد يولف في الصباح من اللي فقط ملقيت تا واحد عايتلي يا امين وقال لي فينا فينا النعاس انا زاهم عراسي بشيت انا ورافايل خرجنا الفلوس وبي خير خديت قاعدك شركة نفسي فيه تليفون ناضي واحد حد طوارة بزاف والفلوس ما زاله ما غدت قاعدات ان شاء الله قال لي احنا شوية قد نكونو تمبايا قال لي اسمع واحد خبار زوانة البوليس رح ما عرفوش نهائيا شكوناه ارتاكب الجريمة يعني ما تخاف من والو صافي دابة وقت الحياة قطع مايا وهدهضرع كامل لي قال مدخلات لي يا راسي ما قدرت نهائيا نصد ضحكة ديالجابرييل من اللي كان خارج من الرئيس طوو كيفاش كان كان فرحانه وكعيش الحب مع ذلك المرة حسيت بلي سرقش منه الحياة من بعد الساعة جاعندي امين وهزخنش هذه الفلوس وقال لي البقية قاعد ينجيبوها ما تسوقتش له وخرجت وبقيت غير غادي تبعني وقال لي اسمع حسان اسمع غير وقف صاحبي من اللي وقفت قال لي يا من اللي وقع وقع ونترك غير دافع شئ لي واصلا انا اللي كتناوي نقتل ماشي انتا ولكن كتابت عليك مدد الفرس كوال ودابا اسمع ده برا خاص نستمتعو بالحياة ونستمتعو بالفلوس ونعيش في الحياة ديالنا مزيان قلت لي امين الفلوس خدوا منتا بوحدك رغم ما نقدرش مناخدهم اناي كنت سمعني مزيان رغم ما نقدرش مناخد منهم ولو سنتيم بكت فرق علي يا امين ومشى كملت طريقي اناي حتى وسط المزرعة ديالقابريال وكنت قادر نسمع صوت البكاء البكاء ديالنسل في اللاحالي كانو خدامي معاو النسلي نسلي كيبغيوها تأثرت بزاف وكانو الدموع كنزلو لي منعينيه قلت غير غادي كنت ناوي ندخل المزرعة يالك تبغى نتحركها وانا نحس بيد شداتني بقوة ماللور ماليا درا تلقيت ورا فاين قال لي ياه تعال تبعني خين غادي قلت لي غير نشوفها قال لي ما تخلينيش ندم هم؟ ما تخلينيش ندم حيث تكلفتكم بهذه المهمة هذي شنو؟ وشبك الناس يعرفوا باللي شي واحد غريب كيبان حزين ومضمر وبحال ان هذا ما لاشي حاجة دار هاكي ضرفة بجنب الفيرما هم؟ وعايتوا ديكستاعد البوليس ومن غادي يحقوا معادخونا هذا غاية يعتارف باللي هو القتل وباللي رافايل اللي يعطاني الفلوس شوف فيه مزيئا راه غير عينيك فرشين كل شيء ما تخلينيش ندير معك اسلوب اخر ركز 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 اللي يرتعلك اداني الفيرما قلصنا وبقى تعلق علينا ومن بعد ادانا نتعشى ومجموعين نحاول نبيل لهم بلي الأمور مزيئنا وبالما يشغلوا بالهم معي حيث خفت من رافايل اللي يقشني ولا شيء وأنا اللي عارف المعرفيه كيفاش كيف يفكره من بعد السمانة قررت أنا وآمين نمشيو الشيء بلعصاء نسكنو فيها ونبعدو من الشيء كامل ولكن رافايل استضمنا من اللي قلنا الله قال الآمين ما يمكنش ما يمكنش نخليكمش مشيو وصاحبك قال عليها أنا زمن ما تعيقش فيه حيث ممكن أنه يبيع بينه في أي لحظة شوف شوف كيفاش كي بنمهزوم وخاد فلوس كلها محركات فيه وانه ما نقدرش نغامر وصدقوني كون جيتوا في ياماتي ما كانش نهائيا غادي نعطلكم بجوج ولكن مدام دخلتوا لي الخاطري كنتمنع تكون عند حسن الطن بقات الأيام غدا هاكا هامين كيعيش الحياة وكيصرف والدريات وخالق السعادة وانا كمقا غيرا في الفيرما وكندير نفس الخدمة كتكندير في الأول نهار جينا هناك كان ديما آمين مضارب معايا وكيقول لي يا صرف من الفلوس ولكن مكنش كنقدر مكنش كنقدر نحاول كنحس بحالة كنناكل من الحمد القابرييل ولد كنحلم به بالليل كيوقف علي وكنننوض في الليل كنغوت الحالة ديلي بقت غدا كالضهور رفايل كان خايف بزاف وكننش به ما كراش يقتني في اي لحظة ويتهنى واحد نهار كنت خارج بره من اللي كنت راجعت جسم من حد البيت دير رافايل وسمعت كي دويمة امين قل لي ها وخحس ان اخوك ولكن رعا كان غامر دابع راني وليت كنعيش كابوس فين ما كان خرج كنقول غادي يمشي عند البوليس تخونه هذا ويعودهم كل شي واندوزو اللي يبقى من حياتنا في الحبس ما عارت من دير والله تكلف انت امين تكلف انت وقت له بل ما نشوف شو واحد براني راه هذا اول حل ما عندناش بديل بدك يغويت امين وقال لي لا 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 احماقية لا لا غنسة غنسة عرا فايل قل لي ها حسن راه هوية ما يمكنش ما يمكنش نقاديه قل لي عرا فايل لا هذا ما هذا راهك يشكل عليها وانت خطورة وبدرجة أكبر نتاية أنا نقدر نكر ونحط فلوس صحيحة وننتهمك بالصارقة وفي النهاية مشي أنا اللي قتلت يعني عام عامين خرج أما انتويا شركاء حياتكم هذي تدوزوها في الحبس فكر بعقلك فكر بعقلك آمين انتزع مارك دكي ومشي في حاله من اللي سمعت آمين سكت بتاسمت وكملت رايقي مشيت البيت ومن بعد رابو سعجي عندي والهضرة يلوت بدلات ولد فيها شوية دلق صحية ما عارت من دير حاولت نتغلب لعادة شي هذا ولكن ما قدرت عمرني فكرت نقتل حتى حشارة وده بقى نقاتل بنادم ديك الليلة اللي كان خارج فيها آمين قلت ليني مشي معك فرح بزاف وقالي يا هاك كان بغيك مشينا لواحد الكاباري وتصدم اللي شافني دوموندي تشرب قلت كنشرب 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 حتى درت الكاو تنوت الروينة وبدأت كنقول شي هادرا عنده علاقة بالجريمة خرجني آمين وبدأك يضرب فيها وكي صرفع وكي غوت وانا وخس كران قلت لياك اخوي ايه وليتي كتضربني بدأك يبكي وعنقني وقالي اسمح لي سمح لي ما كنت بغي الظروف تكون هاكا ولكن الحياة كلها تضحيت كتاب علينا نعيش بحال هاكا خلينا دابا نعيش وحياتنا بزيان الله يحفظك خلينا نستمتع بالفلوس ونعيش وتحنا بحالنا بحال عباد الله ونسو هاتش اللي وقع عافك يا حسان عافك الله يرحم لك الوالدين قلت لي سهل عليك تقول هاكا سهل حاج ماشي انت اللي قتلتي بدينك انت غاوتوا في الشارع من بعد وقف رفايل هبط الزاج وبقاكي شوه فينا نوضني آمن وطلعني الطموبيل ومشينا الفيرما وخلنا دارات دير رفايل قالوا كل شي ماكنش خايف ويمكن احسن حاجة ممكن كانت غادي توقع هي نموت ولمقا عايش مع تأني بالضامير عايش وكنهز في قلبي الهم ووصلنا للفيرما ودخلت وتكيت في بلاستي وبقيت كنسمع لهضرة دي الامين مع رفايل وكيت غاوتو ده راسي ناعس تدخل علي اامين وكنقول لا ها هو غادي قتلني دابا يا ربي ديرا بزربا قرب حدايا وبقاك يقول لي علاش علاش احسن علاش علاش انت قاسح بحالكة اجبت تليفون ديالو ومشي احد الباب وقاك يدوي ما سمعتوش مزيان اشكال رجع من بعد حدايا وبدك يبكي حدا راسي وناضر من اللي حليت عيني لقيت تليفون ديالو حدايا وانا عارف الكود ديالو هزيتو ادخلت الواتساب لقيت كونفيرساسيون بينو بن رافايل وقرأت الاوديو الاخر اللي سيفط له امين قيت كنسمعه رافايل صافي كوناني الحل الواحد اللي عندي هو نقتله اليوم اغدي نصفالي ما عندي اشي حل اخر وخاما غدي اشي بقى عندي حياتي من بعده ولكن اللهم انا عيش حر ولا يمشي اشارف ونكمل حياتي في الحبس صدمت وصدي التليفون ورجعتو فين كان غمت تعيني بقيت كمكيه كمكيو كان قول له ياك ياك اخويا ياك اخويا امين ياك ياك كان امين بالنسبة لي والامل في الحياة الانسان الوحيد اللي حسيت بليك يبغيني دي لب الصح غمت تعيني وقيت كمكيه وتمنيت ديك اللحظة غير الموت في صباحها مالي فاق جاندي امين تم جاي عندي وهازم معها جوز كيسان دي العصير وجاب محت ذلك الخبز والحلوة وقال له اسمع نبغادي نتصالحه وقال له وصبحة جديدة قلت لها ما ملفاش لك داك يدخلوك يخرج في الهضرة وحيش انا كنت حاقت مشيت نيشة لكاسه الزيتو قال العاسر يلا قد نشرب قالي بلاتي بلاتي كل بعدها قلت لي لا بغيت العاسر يلا قد نشرب قالي لا 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 بلاتي بلاتي يا ساحب نغسل وجهك بعدها نغسلت وجهي من اللي رجعت لقيت الكاسة ديالي مهرس قل لي يا ما عندك زهر الكاسة ديالك طاح ولكن هاني اخوة تشرب الكاسة ديالي شربت الكاسة دياله وعرفت باللي تنادم مع الحال قلت كندوي مع رسي وكنقول مسكين امين بغيقتني وما ساخيش بيه من بعد يومين كنت ناس تدخل علي واحد ملتم وهذا مخده وفردي قرب من حدايا وكان حس بيه كي ترعد قلت جني بيد وهذا فردي بيد كنت قادر نعرفها العينين ديالامين ونميزهم من بين الناس بزاف حتى تعاشتش معه مدة طويلة تصدم اللي شافني مسلم امري وغير كان شوفيه وعينيك يدمعه ذلك المخده بقى يخنق فيه ورغم ذلك ما قدرت انقاومه بقيت مسلم امري من بعد ذلك ما قدرش خلاه وخرج فاللي اسمعتوك يدويه هو رافايل قدام الباب وقالي رافايل عفاك أعطيني فرصة غده غده صافي يلوحه بالطموبيل من جبل صافي كان وعدك قال لي رافايل اسمعه سأعطيك مهلمة هنا الغده وإلا أنا الغدين تكلفه بكم بجوج أنا لم تكن معايت شي تلك البراش في الصباح من اللي يفقناه لقيت آمين غير مخنزر وعرفت مصمم قال لي وجد رأسك وقيتمشي معاين قدير واحد غراض الرافايل وقيت لي ما كان مننا الفطار البست حويجي وخرجنا طريق كله وحنا ساكتين لذلك اللحظة صعفت الوليدة ميساج أوديو وقيت ليها ماما كنت متردد نقول هذه الكلمة ولله ولكن مدام كنت ماما وحد سبع سنين لذلك تستاهل نقولها لذلك بغد نقول لك باللي عاشت حياتي كله وانا كنت منك كنت من عند الله نلقاك حتى الوليدة سيفت لي بحرد الميساج وصابرين انكتلاع عمرك مثل ومي راسك حتخليتيني يمكن الفقر كان السبب من الأسباب المهم هو الحب ديالك كان صادق في النهاية كنت مننا نطلع قوة في حيات خرا مالي كمرت لقيت آمين كي بكي غادي صايق وكيت نخصص قغير غادي حتوقفت الطموبيل قدام الحافة دي الجبل وما طلعش الفرن أمان نزلنا وانا بقيت غالس ودار السمطة ديالي ووقف ورا الطموبيل وبقام تردد كنت كنشوفه في المرايك يتعدم واش ندفعو لما ندفعوش ندفعو لما ندفعوش بقى يبكي بالجهد واحد اللحظة التمجاي قاصدني حلي يستمطو هبطني وبدك يغوج علاش راس قاصحة علاش 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 بوجي تحرمنا من الحياة علاش ما غاديش نقدر نعيش بلا بيك علاش واش كتفهم ما غاديش نقدر دوي قول شي حاجة دوي ودك يدرف فيه وانا غير كان نشوف فيه كلي صافي بعد مني ودر دكش اللي جيت على قبله ودك السهزة بيه قال لي انت منبود انت انت خيب ودك شع لاش والديك نكروكو مشو ال مشو الكناطا وحلفو عمرا وميجو للمغرية ما بغاوكو عرفش علاش حيث انت ميكروب انت منبود كل شي اغرب منك وانا اكبر خطأ قدرت في حياتي وانا انا اتعلقت بيك واكبر خطأ قدرت في حياتي وانا انا اتعرفت عليك ضيعت حياتي معك نتايا وده ببغيت تتحرمني من الحياة انايا حيث انت منبود انت غير سيدفعت الدنيا هادي بوه اليك وكيدرب هنا كامبكي كيدرب هنا كامبكي واحد اللحظة وانا ندفعه ندفعته تميت غادي واحد اللحظة وانا نسمع صوت لغوات دياله ما اللي درته ما لقيتوش مشيت نتأكد لقيتو تلاح من الفوق من الفوق ديالحافة ضليت بلية فرشخ ومتلك مصدهوه تبتت انضحك وكن بكي ديالالحظة وكن غووات امين 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 انضرت فيه الدنيا وانتبع شي حماقي من يسلم انضحك وان غويت انضرت فيه الدنيا ديالالحظة ضعط التوم تبيل دي ماريتها درت الصمتة ورجعت للورمار شاريار وديت كنشوف ديك الحافة يلا غا دينك سيري خديت القارار وهم يوقفوا حد البوليساء في نفس الحافة دي ماريت ديك اللحظة وقلبت السادسود مليت استمح دام أو يشوفوا فيه تميت غادر عجال الفيرمة طرق كله وشاريط الحياة كلك يدور لي قدام راسي من اللي كن صغير ومن اللي بديت كن كبار جداتي وعمامي كندا واختي اللي ما عمرني شفتها مباشرة آمين وصابرين واش هتشي غير حلم كابوس ولا ولا حقيقة واش هتشي غير كابوس وغدين فيق منه ولا حقيقة وسط الفيرمة بلاصي الطموبيل وخديت الفردي وتميت غادي البيت دي رافايل دخلت عليه شافني ويتصدم قال لي يا فنو امين قلت لي امين مات بغينوض قلت لي قلس ما تتحركش بقيت هازة عليه الفردي وقلت لي ها كنتي كتداعي بالقوة ياك وده بغدين تموت بالضعف كنتي تخلينا مشوا بحالاتنا مالك 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 كنتي تخلينا نعيشوا حياتنا ونعيشوا سواداء لماذا 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 حرمتنا من اننا نبلو صفحة جديدة صعب هذا تحمل مسؤولية دي رك الزيت الفردي وانا افرق علي رأسه طيحة واحدة مشيت البيت اللي كاك نعس فيه سديته وانا دا بك انا ندوي معاكم انا عارفكم غادي تصدموه عارفكم غادي تقولوه لا حسان ما تديرهاش ولكن فات الفوت فات الفوت كان امين وبه حياتي من بعد كان صابرين والدي دي تخلى ولي كان واحد ما كيبغيني دويس طفولة دي كلها في الضرب والعصاوف وفي الكدوب والنفاق ما كنت بغي والو ما دل حياة كنت بغي غير نعيش من زيان بحالي بحال الناس الناس كانوا قاسين ليه والحياة كانت اقصى ما انا وليت قتال دابا وليت قتال وما زال غادي يمشي الجهنام وغادي ينتعدم ما زال عارفكم ما تقلقو موارو ما ويتكونش تقلقو ما ويتكون غادي تحسوا بيه هذا الشيء كامل بغيتكم تستفدو من القصة ديالي ما بغيتش هذا الشيء وقال الناس ابرياء في المستقبل ما كنتم ما مازالين صغار دابا ولا ولا ربما بقى ما تزوجتوش ولكن ما بغيتكمش تولدوا أولاد ونتم ما مقادرينش عليهم ما قادرينش تربيوهم ما بغيتكمش تولدوا مجريمين في المستقبل وتقولوا هلاش هلاش القاتل المتسلسل هلاش هذا المجريم هذا هلاش هذا انتاحر هلاش هذا دار هلاش هذا فعل ومعمركم ما تقولوا هلاش ندرنا بغيتكم تحملوا المسؤولية ممكن ممكن كنت كنت أنا وضحي في هذا الشيء كامل ولكن ما كنتم بس يلاكنتم ما تستعفدوا من الاشي لو قال ليه ودابا قادي نقول لكم حاجة واحدة سمحوا لي سمحوا لي بزاف كانت هذه هي القصة اليوم اللي بغيت من خلاله نوصل لفكرة اللي صعيبة بزاف ونعرض على واحد الموضوع اللي الاغلبية ما كيدووش عليه الموضوع دي التربية والموضوع دي الولاد والموضوع دي الحب الحب اللي كنحتاجوه حنا الاطفال من اللي كنكونوا بقين صغار انا عارف باللي كانين بزاف دي الناس منبودين في الحياة كل واحد الظروف ديالو كل نسبة مئوية ديالو طالعة كل هابطة ولكن في النهاية كتجمعهم كلمة وحدة المنبود الانسان اللي كيتقمع الانسان اللي مكتشطاش فرصة انه يعبر على راسه الانسان اللي كيف مدارها كيقولو ليه لا لا علاقة الانسان اللي كنحطموه الانسان اللي كمقو عليه كمقو عليه كمقو عليه حتى كيقول لي منبود ومجرم وقادر انه يدر اي حاجة خيبة في هاد الحياة حيث اقرب الناس ليه كانوا قاسحين كانت هذه هي لنهاية القصة من الحب غير من صوتي تانا كنموت عليكم وديما ما تنساوش الاخوت ديما سوفيان ستوريس